لم تهدأ الدبلوماسية الروسية رغم عطلة الميلاد ورأس السنة بل وصلت العمل بدأب ونشاط مع الأطراف الإقليمية والدولية بهدف التحضير لاجتماع الأستانة الذي من المقرر أن يجمع الحكومة السورية والمعارضة بحضور عسكريين من روسيا وإيران وتركيا وذلك لضمان تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا الذي استبعد من المحادثات التحضيرية واجتماعات الخبراء في أنقرة واجتماعات وزراء دفاع وخارجية روسيا وإيران وتركيا في العشرين من الجاري أبدى استعداده للمساهمة في إعداد اتفاقات بين الحكومة السورية والمعارضة وإطلاق الحوار السوري السوري وخلال اتصال هاتفي أكد وزير الخارجية الروسي سيريا لفروف لديمستورا أهمية المحادثات السورية المرتقبة في أستانا بالنسبة لجهود تفعيل الحوار السوري الشامل لتسوية الأزمة بالوسائل السياسية على أساس القرار الدولي رقم 2254 وفي خضم شغال العالم بإطلاق محادثات الأستانا قبل دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض لسان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم رئاستها عن التعليق عن توصل روسيا وتركيا إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية وأكد بيسكوف أن موسكو وأنقرة على اتصال دائم في إطار التحضير للحوار السوري في أستانا عاصمة كازاخستان الانتصار في حلب بدل المعادلات وقلب الموازين وكشف المتعاونين مع داعش وجبهة النصرة وتبادلت واشنطن وأنقرة الاتهامات بدعم التنظيم الإرهابي في وقت بدأت فيه بعض المعارضات السورية المنقسمة على نفسها بمراجعة حسابتها